من المرتقب في غضون ساعة قليلة أن ينعقد هذا اللقاء الخماسي التشوري ما بين قادة وزعماء الدول الخمسة المشاركين في لقاء العالمين والذين وصلوا غالبيتهم إلى مطار العالمين الجديدة مساء أمس بينما كان يتواجد منذ أول أمس الشيخ محمد بن زيد رئيس الإمارات حيث من المقرر أن يتم منقشة العديد من الملفات على مستويات عدة من بينها الملف الاقتصادي وهو الذي يتصدر محور اهتمامات هذه الدول عند اللقاءات فيما بينها في السابق كان هناك عمليات للربط الكهربائي والربط عبر قطاعات الطاقة المختلفة ومن بينها الغاز ما بين مصر والأردن والعراق وانضمت إليهم مؤخرا الإمارات وانضمت إليهم أيضا البحرين ويعني يأتي ذلك كلهم لأجل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة لسيما في ظل ما تموج به المنطقة وموج بالعالم من الطرابات وصراعات عالمية أثرت بشكل كبير جدا وواضح على الدول المختلفة وعلى قطاعات الطاقة في دول أوروبا وهذه في إشارة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية ومن المتوقع أيضا أن يتم منقشة العديد من الملفات السنائية ما بين هذه الدول ومشاركة الدول وبعضها البعض في الاستثمارات في داخل الدول الخمس أيضا كان هناك لقاء جمع بين الزعماء بالأمس وأطلعهم رئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خطة الاستثمارية في مدينة العالمين الجديدة ومن المخطط أن يكون هناك جذب المزيد من الاستثمارات وخصوصا من قبل الجانب الإماراتي لا سيما وأن الإمارات تعتزم أن يكون لديها استثمارات في مصر بحلول عام 2027 تصل إلى ما يزيد عن 30 مليار دولار وبالتالي تسعى أن تكون معظم استثماراتها في مدينة العالمين الجديدة وأيضا في غرب الإسكندرية هذا على المستوى الاقتصادي أما فيما يتعلق بالمستوى السياسي فالقضية الفلسطينية بالتأكيد ستتصدر محور هذا اللقاء وسيتم التأكيد مجددا على أن الدول العربية ترفض أي ممارسات وانتهاكات تضيع حقوق الشعب الفلسطيني وتؤدي في النهاية إلى مزيد من العزلة عن العالم وترفض أي ممارسات وانتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي وتدعو إلى أن يكون هناك عملية سلام تؤدي في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك تفاوض ما بين الفلسطين والإسرائيليين والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية على حدود عام 1967 أيضا سيكون الملف الليبي متواجد وسيكون من بين الملفات المطروحة كما يتوقع البعض ملف سد النهضة لسيام وأنه ملف يؤرق الدولة المصرية منذ فترة طويلة وسيكون هناك رفض للممارسات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا مسبقا وقامت بعملية المال المختلفة سيكون هناك رفض من قبل القادة العرب على كل حال نحن في انتظار ما ستأوليه الأوضاع بعد أن تبدأ اللقاءات الخماسية في مدينة العالمين الجديدة